السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذا الدرس سوف نقوم بشرح الكيبورد شرط قاطل اللي تم تغييرها في Blender 2.8 اولا الريكا الكلويت نورمل او الفيسروننتيشن هنا باللون الاحمر فمع ذلك عشان نعمل الريكا الكلويت نورمل هنزغط Shift N في النسخة السابقها كانت Ctrl N حاليا Ctrl N بتقوم بيفتح ملف جديد الآن نختار الكل عن طريق A ثم Alt A Deselect All نختار كل الفيرتكس Alt A زي Alt R و Alt G فإذا او ممكن نضغط A مرتين A Alt A فنلغي الاختيار أي فيرتكس أو أي Edge لو عملنا الانيميشن بسيط بهذا الشكل ففي النسخة السابقة كان Alt A بيعمل Replay حاليا Alt A Deselect حاليا Spacebar فبتعمل Play للانيميشن زي في Premiere و After Effects إذن Spacebar بتعمل Stop أو Pause أو Play للانيميشن زي موجود في الأدوة After Effects أو في الأدوة Premiere Pro أخيرا عشان يحزف Object فإذا ممكن نختار X وهيزر لنا هذه القائمة ممكن نختار X وهيزر لنا هذه القائمة لكن Delete بتحزف مباشرة بدون القائمة إذن Delete بتحزف مباشرة بدون ما تظهر القائمة اللي هايزين نتحدث عنه أيضا هو Reference Images أول شيء بعمله إننا بأسحب الصورة في Blender أولا نسحب الصورة فهتظهر بهذا الشكل هيتخيل أن دي عندي بس الفرنت فقط أضعك الضغط AltR AltJ وأنا نختار Mpt أضغط AltR ثم AltJ فهتظهر في Center RxNightDegrees هنا نروتات حول X أكسس ثم نحرك الأبجيكت أو Mpt في Y أكسس وطبعا الموديل هاتم إنشاءه في هذا المكان دا كانت بعض التيبس أو تركس في Blender 2.8 ونستكمل هذه التركات في فيديو قادم بإذن الله